ذكاء اصطناعي مش بيكتفي فقط ان هو بيديك افكار ولكن بينفذ لك الافكار هو مش مجرد شادبوت عادي هو وكيل ذكاء اصطناعي عام او جنرال اي 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 جنت منس اي اي هل يعتبر خطوة فعلا نحو المستقبل اللي احنا كنا بنحلم به نحو الذكاء الاصطناعي العام تلاح نعرفه النهاردة على قناة انفو تيك فريو متابعي قناة انفو تيك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مروة سليمان وفيديو جديد فيديو النهاردة هيكون عن الجنرال اي 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 جنت منس اي اي يلا بنا نتعرف عليه اكتر من خلال قناة ما ترحوش فا اي حد هنرجع لكم مرة تانية لو كان الذكاء الاصطناعي العادي بيقف عند مرحلة التفكير منس اي اي بياخد الامور خطوة ابعد نحو التنفيذ الفعلي منس اي اي كما تم الاعلان عنه عبر الويبسايد الرسمي مش مجرد روبوت دردشة بل وكيل مستقل بنفذ المهام بنفسه لو كان الذكاء الاصطناعي العادي بيقف عند مرحلة التفكير فمنس اي اي بياخد الامور خطوة ابعد نحو التنفيذ الفعلي بيقدر يعمل حاجات كتيرة جدا بيقدر يعالج بيانات بيقدر يكتب كوت برمجي بيقدر يفرز ملفات منس اي اي بيشتغل في الكلاود يعني انت ممكن تقفل اللافتوب بتاعك وترجع مرة تانية عشان تلاقي كل حاجة تم انجازها ممكن كمان تغير الاوامر اثناء عملية العمل بسب احتياجاتك تم استعراض 3 مهام حقيقية من خلال الفيديو اللي هتشوفه قدامك المهمة الاولى هي فرز السيار الزاتية وفرز السيار الزاتية دي بتكون مهمة مسئول التوظيف يعني انت لو كنت مسئول توظيف مش هتحتاج تضيع وقتك في فرز السيار الزاتية بنفسك كل عليك ان انت هتدي هذا الملف المضغوط اللي فيه السيار الزاتية الى منس اي 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 هيقوم بفتح الملف المضغوط اللي بيحتوي على سيرة زاتية ويقراها وحدة تلوى الاخرى ويبتدي يسجل المعلومات المهمة زي الخبرات وزي المهارات بعد كده بيبتدي ينشئ قايم التقييم للمرشحين بعد كده ممكن انت تطلب منه انه هو يقدم لك النتائج كجدول بيانات اكسل يعني هيبقى عندك دلوقتي شيط اكسل فيه كل البيانات الخاصة بقائمة المرشحين مع المعلومات المهمة زي الخبرات وزي المهارات المهمة التانية وهي البحث عن العقارات منس اي اي كان بيدور على افضل الاحياء في نيويورك من حيث الامان ده مثال تطبيق طبعا بيدرس مستوى المدارس المتوسطة في المنطقة بيكتب كود بايثون عشان يحسب الميزانية بناء على الدخل وعلى النفقات وبيبتدي يدور في مواقع العقارات عشان يدور على افضل الخيارات المتاحة يعني انت لو بتدور على بيت احلامك من اي سي اي حيكون وكيلك العقاري الشخصي المهمة التالتة وهي خاصة بتحليل سوق الاسهم او الستوك ماركت بيقدر ان هو يستخرج بيانات الاسهم من مصادر موثوقة عبر الابي اي بي اي بيتحقق من صحة البيانات بيكتب كود برمجي عشان يحلل البيانات وينشئ رسوم بيانية تفاعلية وبينشئ موقع ويب بيبتدي ان هو يعرض النتائج مباشرة المستخدمين زي داشبورد معنى اخر ممكن نقول ان منس اي هنا حيشتغل خبير تحليل بيانات ومطور ويب في الوقت نفسه طب نجيبها للسؤال هل ده مجرد استعراض؟ لا منس اثبت نفسه في منصات عمل حر زي ابورك وكمان فاس ومسابقات زي كيجل لتحليل البيانات وحقق ارقام قياسية في اختبارات الذكاء الاصطناعي وبيتحسن يوم عن يوم طبعا انا دايما بقول ان التجربة هي خير دليل وهم عاملين لك اتاحة ان انت تدخل وتعمل اكسس على الموقع من خلال ان انت تأبلاي فور اكسس بتدخل الايميل بتاعك هما بيبعتولك انفتيشن كود الانفتيشن كود ده بتقدر ان انت تخش به وتجرب منس اي 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 انا عملت الموضوع ده ولسه لحد الوقت ما جريش اكسس عليه ولكن هما بيرجعوا كل الطلبات لان اكيد الضغط عليه كبير جدا وخصوصا الساعات اللي فاتت الضغط عليه كان كبير جدا هما بيرجعوا الطلبات وفي الاخر بيبعتولك الانفتيشن كود على الايميل عشان تقدر تأكسس عليه وتجربه بنفسك اعتقد ان الذكاء الاصطناعي بدأ كده يشكل خطر بسيط ويمكن يحل محل الوظائف التقليدية وده اللي احنا هنشوفه الفترة القادمة ولكن هو بشكل كبير جدا بيزود الانتاجية وبيساعد في اداء الوظائف الروتينية اللي مش محتاجة بان انا كل يوم اعمل هذه الوظائف حاول ان انت اتطور من مهاراتك لان الموضوع فعلا بدأ يكون مخيف اتمنى تكونوا استفدتم من معلومة النهاردة على قناة انفو تكفر يو زيان بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش اللايك وشيرو كومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته